يعتبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا وكيفة الجهات المعنية هو الحل الأمثل لتصطيح منحناء الفيروس وتقليل عدد الحالات في مملكة البحرين هؤلاء هم أبطال الصفوف الأمامية ومن يواصلون الليلة بالنهار لتحقيق هدف مملكة البحرين في القضاء على فيروس كورونا ولكن كيف يتم إسناد هذه الجهود الوطنية المخلصة خاصة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لا تطبق في العدم فمن دون الوعي المجتمعي بضررة هذه الإجراءات وأهميتها لا يمكن تحقيق الهدف الذي تسعى له جميع الدول ومنها مملكة البحرين ورغم أن فيروس كورونا المتحور قد انتشر في المملكة إلا أن ذات الإجراءات المعلن عنها منذ بداية الجائحة وإلى هذه اللحظة هي الحل الأمثل والصحيح للوقاية من الفيروس وتبعته ومع اتساع رقعة الانتشار وتزايد الأرقام وهاجس المربع الأول الذي يقرع أبواب المنظومة الصحية يزدر الضغط على من بذلوا قصار جهدهم في سبيل حماية المجتمع من خطر الفيروس ومن هم في الصفوف الأمامية هم جزء من المجتمع فكيف لشريحة من المجتمع أن تكافئ أبطال القطاع الصحي والجهات المساندة بشكل مؤسف من خلال الاستهتار الذي لا يقبله المنطق السليم إن الحل في كل ما ذكر يكمن في الوعي المجتمعي فالتعليمات تحتاج لاستجابة ووعي بأهميتها وتتويج جهود الصفوف الأمامية يحتاج إلى التزام صارم بحس وطني فالإجراءات التي أعلنت عنها مملكة البحرين واطحة ودقيقة والكرة الآن في ملعب المواطنين والمقيمين فإما تسطيح المنحنى والقضاء على فيروس كورونا أو فقد وألم لأحباب وأصحاب نتيجة استهتار غير مسؤول